جددت حكومة عدن مطالبتها للأمم المتحدة وجميع البوكالات الدولية بنقل مقاراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن وأكدت حكومة عدن عبر مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع ميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية شجعها عالو المضيف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وعلفت السفير السعدي إلى أن الحكومة سبق وأنحذرت مراراً وتكراراً منذ سنوات من مخاضر التغاضي عن انتهاكات الميليشيات الحوثية وممارساتها الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها ترجمة نانسي قنقر